في صبح حضير الشباب رياضة كان موجود في الافطار النهاردة وايضا الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم كانت ايضا موجودة وشيخ اسامة الازهاري عدد كبير جدا من كبار المسؤولين كانوا حاضرين ولكن نتكلم على اكبر مائدة افطار في مصر والعالم العربي 15 رمضان منتصف الشهر الكريم المطارية خلاص اصبح المطارية هو الترند محدش يوم 15 رمضان يعمل حاجة تنتظر المطارية هي المبدعة وادي الوزيرة نبيلة مكرم طبعا مع اهلين في المطارية النهاردة واقفة في البلكونة بتحيي الناس وعايز اقول لكم الكبير والصغير والناس كلها منتظرة منتظرة هذا اليوم الناس كلها فرحانة كبير وصغير فرحان الناس كلها رضية كبير وصغير الناس كلها مبسوطة سواء اهل المطارية وحتى الناس اللي بتابعوا المطارية اللي عاملين النهاردة يعني نقل على الهواء لايفات كل الناس شغالة مواقع التواصل الاجتماعي فيه سعادة وبهجة ولكن هو ده الشعب المصري الملحبة اللي قدامكم دي ما تحصلش أبدا في أي مكان ولكن تحدث في مصر ناس جاية من العالم العرب عشان يحضروا فيه سفراء فيه دبلوماسيين فيه أجانب بيحضروا شايفيني التجيزات تجيزات اللومة القاضي والقطاي وفتيات السلامة على اليوم الجميل ومقسمين نفسهم عايزوا لكم عاملين احنا معاهم على مدار عشر سنوات من أول لحظة تم الإعلان عن هذا الاحتفال من عشر سنين وإحنا كل سنة ويا ربي ديمها علينا جميع نعمة نعمة وفضل ونبقى كلنا موجودين إحنا وهم كان وكل سنة عندهم إبداع السنة دي كمان إحنا بعاتنا كاميرتين بدأ الكاميرا واحدة عشان كمان ننقل لحضراتكو هذه الأجواء من زي ما انتوا شايفين كده ده التصوير بتاعنا شايفين المائدة مش مائدة سبع شوارع زي ما حاجت بتشوف كده الملح ما ينزلش على الأرض تبدو الملح كده ما ينزلش بنتكلم على أهل المطارية وعلى شعبنا الجميل جدا ملحمة وطنية في حب مصر وأنا بحييهم لأنهم قرروا بقول لكم من عشر سنين عيلة مع بعض مجموعة أصدقاء ثم بعد كده كبرت بقت 200-300-1 ثم بقت ألف ثم بقت خمسة ثم بقت عشرة النهاردة تتجاوز عشر وخمساشر ألف والأهالي كلهم عملين قاعدين بقى يجاهزوا تجهزات بقى اللي عايز يعمل القطيف واللي عملوا الكنافة واللي يجاهزوا بقى عايز أقول لكم مجاهزين كام طن طن فراخ طن فراخ طن شيش طوق 500 نص طن رز بس ماتي أنا بقول لكم بعض الأرقام عشان تعرفوا قد إيه حجم الجهد الكبير جدا أهالي المطاريين اللي قرروا مع بعض بصوا حضراتكم كل واحد طبعا هنا تجهزات هائلة عشان توصل لده عشان تجاهز طن من الفراخ وطن من الشيش طوق وطن مش عارف من إيه ونص طن من المحتاج كم واحد يشتغلوا المحشي كام قد إيه اللي قاعد يجاهزوا محشي ماشاء الله أهالي المطاريين كلهم العائلات بناته وولاده وسيداته وكبر سنه وصغر سن وكله كله ملحمة وطنية ووحدة وطنية كلنا مع بعض فرحانين عشان يظهر هذا المشهد عايزة لكم لعلامة الدولة النهاردة هو ده الحدث اللي عندهم النهاردة كله بيتكلم على إفطار المطارية وشايفين اللامة الجميلة ماشاء الله والله لامة جميلة ولا في أحلى من كده وعلى فكرة طول من المشهد ده موجود هي دي مصر شوف مصر الناس تنسى أي شيء النهاردة ريحين فرحانين النهاردة ما قدامناش إلا كله المطارية النهاردة كله سوشيال ميديا غرقانة غرقانة على فكرة بقالنا كم يوم مش من النهاردة ولكن النهاردة طبعا الحدث الكبير جدا والتجمع الكبير جدا الناس اللي جاي من كل حتة الناس اللي راحة راحين نفطر في المطارية ده مش أهل المطارية بس لا أي حد بيروح ولكن وتجمع النهاردة بقى عزبة حمادة في المطارية بقت هي التريند النهاردة بأهلها ونسها الجمال وشعبنا الجميل جدا وكل واحد النهاردة شارك وكل واحد موجود كل شاب وفتاة وسيدة ورجل كل أهلين اللي احنا بنقولهم كل سنة وطيبين ورب دايما عيدها علينا وعليكم على بلدنا العظيمة على فكر أنت النهاردة بترسموا بهجة بهجة وسعادة وكل بيت النهاردة فرحان بيكم كل مواطن مصر وكل مسؤول أنا بقول لكم كل مسؤول فرحان بيكم سواء النهاردة كنا بنشوف ناس قاعدين معاهم بنكلمهم بيكلمونا ايه اللي بيحصل النهاردة شوفوا المطارية عاملين ايه هو ده اللي احنا عاملين وده اللي احنا حرصين عليه مع أهالي المطارية بهذه الصورة الرائعة صورة تعبر عن مصر الجميلة مصر الهدية المستقرة الامنة شايفين الناس فرحانة كله فرحان والله ما تلاقي واحد زعلان طب هو ده ايه معناه كلنا جايين النهاردة في حب مصر في حب المطارية شايفين طبعا تجهزات عشان تجاهز نص طن رز بس ماتي شايفين ايه الايد الشغالة الايد الشغالة يلا بسرعة مين كل واحد ليه دور على فكرة هم موزعين الادوار يعني الموضوع مش معمول كده لا لا قاعدين وعملين اجتماعات بيوزع الادوار مين هاستقبل الاعلام رقم واحد طب مين هاستقبل الضيوف رقم اتنين مين هاستقبل مسؤول عن المية مين مسؤول عن تربزات مين مسؤول عن تجهزات التحضيرات مبكرا وكل واحد له دور وكل زي من اللي قدامكم كل اللون تيشيرته قدامكم ده له شغلانة يعني مش عاملين الالوان دي لا كل اللون من اللي قدامكم دول عارب بيعمل ايه وكل واحد مسؤول عن ايه ينخلصوا النهاردة عشان يجهزوا ان شاء الله عليكم خير ليه العام القادم نص رمضان الفين خمسة وعشرين وعليكم خير ايو هم قالوا كده نخلص النهاردة نشتغل بقى طب ايه السلبيات ايه الإيجابيات نوعب نتكلم طب هنعمل ايه على الترابيزة كل الترابيزة عليها احتياجاتها مين مسؤول عن مثلا يودي مثلا اخضار طيب مين بيودي المخليلات مين مسؤول عن الحاجة الحلوة مين مسؤول عن الفكهة مين مسؤول عن كل ترابيزة عليها كل حاجتها بسم الله ما شاء الله مفيش حاجة نقصة